وصف مقرر الأمم المتحدة للحق في المياه بيدرو روكو جودا وصف مياه الشرب الملوثة في غزة بالقنابل الموقوطة التي تهدد حياة الألاف خاصة للأطفال ولفتها لأن مئة ألف من المصابين بالأمراض البابائية في غزة هناك منها خمسة ألاف إصابة بالجدر بين الأطفال متهما إسرائيل باستخدام مياه الشرب كآدات للضغط وكسلاح ضد الفلسطينيين